الجمعة لهذا اليوم بعنوان الدين والوطن والإنسانية معا بناء لهدم يخطب خطبة الجمعة لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف مدير أوقاف القاهرة مشاهدين الترام إن الدين والوطن والإنسانية معا تجتمع على الدعوة إلى التكافل المجتمعي وتحقيق التآلف والتراحم بين الناس يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فالأديان رحمة كلها عدل كلها سماحة كلها وهو ما عليه الإنسانية السوية والوطنية الحقيقية أرى الآن فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين يصعد درجات المنبر ليخطب خطبة الجمعة لهذا اليوم أدوى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين رب الأرض والسماء خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته وأدخله الجنة دار البقاء نحمده سبحانه على النعماء والسراء ونستعينه على البأساء والضراء ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء ونشهد أن سيدنا محمدًا خاتم الرسل والأنبياء وإمام المجاهدين والأدقياء فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى صحابته الأجلاء وعلى السائرين على ضربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء ورضي الله عن سيِّدتنا نفيسة وعن آل بيت سيِّدنا رسول الله الطيِّبين الأنقياء وبعدُ فالدين والوطن والإنسانية معًا بناءٌ لا هدم هو موضوعُ خُطبتنا تعالوا بنا لنرى كيف يكونُ ذلك كذلك أولًا ينبغي علينا أن نعلم أن الأديان السماوية كلها إنما جاءت لتحقيق مصالح البلاد والعباد وكما يقولون فحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله الحنيف والدين ليس بمعزلٍ عن حركة الكون وعمارته لأنه فنُّ صناعة الحياة للموت وثقافة البناء للهد والإصلاح للإفساد قال الله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفًا وطمعا إن رحمة الله قريبٌ من المحسنين وبهذه دعا سيدنا شُعيبٌ قومه قائلاً إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبها وصَّى سيدنا موسى أخاه هارون كما بيَّن القرآن وقال موسى لأخيه هارون اخلُفني في قومي وأصلح ولا تتَّبع سبيل المُفسِدين فالدين والوطن يتكاملان ولا يتناقضان بل ويرسِّخان لأسُس العمل والبناء والتعمير ومحبة الوطن ومحبة الوطن فحب الوطن حب الأوطان غريزةٌ فطرية جُبلت عليها كل الكائنات وقد جلَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حينما أخرجه قومه من مكة وهو على تخومها نظر إليها وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت وفي رواية ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وفي رواية ولولا أني أخرجت منك ما سكنت غيرك وحينما وطأت قدمه الشريف المدينة المنورة قال اللهم إن إبراقيم دعا لمكة وأنا أدعوك للمدينة اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد وفي رواية اللهم بارك لنا في صاعها اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا واجعل البركة بركتين هذه هي الترجمة العملية لمحبة الأوطان إن محبة إن محبة الأوطان لا تكون بالكلام ولا بالشعارات وإنما تكون بالتطبيق العملي بالعمل والإنتاج والإتقان والإخلاص والعمل بجد على رفعة راية وطننا الحبيب وأذكر أن الإمام الحافظ الذهبي عدد لنا جملة من الأشياء التي كان يحبها رسولنا صلى الله عليه وسلم فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جبل أحد وكان يحب وطنه كان يحب جبل أحد قطعة من أرض وطنه وكان يحب وطنه صلى الله عليه وسلم ثانياً أو ثالثاً إن الدين والوطن والإنسانية معاً تجتمع على الدعوة إلى التكافل الإجتماعي وإلى التآلف والتراحم بين الناس لا بين المسلمين أو المؤمنين هذا هو ديننا الحنيف يقول سيدنا عبد الله بن سلام مبيناً لنا بعضاً من الوصايا النبوية الشريفة التي ينبغي للمسلمين بل وللعالم أجمع أن يستشعرها وأن يعمل على نشرها بين الناس يقول هذا الصحابي الجليل لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة خرج الناس لملاقاته خرج الناس ينظرون إلى وجهه الكريم قال فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن هذا الوجه لا يكذب أبداً فكان أول ما قال أول ما صدع به في المدينة المنورة وصايا ينبغي أن تكتب بأحرف من نور قال أيها الناس لم يقل أيها المسلمين أيها المسلمون أو أيها المؤمنون أو يا قومي إنما قال أيها الناس دعوة للإنسانية جمعاء أيها الناس أفش السلام ديننا دين السلام أفش السلام دعوة للأمن والأمان والطمأنين بين من يعيشون على أرض المدينة المنورة لم يفرق بين مسلم وغيره أيها الناس أفش السلام وأطعموا الطعام دعوة للتكافل المجتمعي وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام دعوة للتواصل والتحابب وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ولي المؤمنين ولي المتقين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا سيد الدنيا ومن فيها محمد رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد من صلَّ عليه وعدد من لم يصلَّ عليه أما بعد أيها المسلمون إن الترجمة الحقيقية للدين والوطن والإنسانية لتدعونا إلى تحقيق التعايش السلمي والتسامُح بين الناس جميعا فحفظ الأوطان من مقاصد الأديان وحفظ النفس الإنسانية وحفظ كرامتها من مقاصد ديننا الحنيف قال الله تعالى ولقد كرَّمنا بني آدم على العموم على الإطلاق وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيِّبات وفضَّلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلا فالأديان رحمةٌ كلها عدلٌ كلها سماحةٌ كلها يُسرٌ كلها لمن وعاها وطبَّقها تطبيقًا حقيقيًا كما ينبغي أيها المسلمون ما أحوَجنا في أيامنا هذه إلى الوعي بالعلاقة بين الدين والإنسانية والوطن حتى يتحقَّق الأمن والأمان والرخاء والاستقرار أدعو الله عز وجل بقلبٍ خالص في يومنا هذا وفي ساعتنا هذه ومن مقامنا هذا أن يحفظ مصر وأهلها اللهم احفظ مصر وأهلها اللهم احفظ مصر وأهلها احفظ مصر ورئيسها احفظ يا رب مصر وشعبها وجيشها ورجال أمنها احفظ يا رب أرضها وسماها برها وبحرها زرعها وضرعها وسهلها اللهم صُبَّ على أهلها من الخير صبَّا ولا تجعل معيشتهم ضنكا اللهم اجعلها في أمنك وأمانك وضمانك إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك لنا ولأبنائنا ولبلادنا الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك يا ربنا أن تجنبنا وأن تجنب أبنائنا وبلادنا الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقنوا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا وصدقا استقيموا استووا اعتدلوا اقبلوا على الله بقلوب خاشعة واعلموا أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاسألوا الله ما شئتم لما شئتم واسألوه لي ولكم القبول الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله